بسم الله الرحمن الرحيم طلبة اترباط جونيور 6 ان شاء الله هنكمل مع بعض وده البورت التاني او بورت 2 تكملة للفيديو الاول تمام اللي اتكلمنا فيه عن طيب ميس هنكمل ايه تاني عن الليفر ما احنا فهمنا دلوقتي هنتكلم بالتفصيل عن كل الليفر بيتكون من ايه طيب في البداية انا قلتلك ان الليفر كانت فيها 3 اجزاء نفتكرها كده بالسيزر كان معينا المقص كده السيزر وقلنا انه بيتكون من النقطة لفي النص دي او ممكن تبقى من هنا او من اي اتجاه مو من هي نقطة الارتكاز دي اسمها ايه نيس اسمها فولكرام يبقى انا كده عندي اول حاجة الفولكرام بعدين ايه دي اللي هي القوة بتاعتي انا اللي هي الايفورت بتاعتي يبقى دي اسمها ايفورت فورس يبقى انا عندي فولكرام وعندي ايفورت فورس وعندي الحاجة اللي بقطعها او بقصها او بتقومني يبقى هي دي مين الريزيستانس فورس يبقى انا كده عندي ثلاث حاجات فول كرام افورت فورس وريزيستانس فورس طيب ميس انا عايز ارسمها بس قدامي شوية كده علشان عايز اقولك على شوية حاجات فيها بص يا ميس ما افترض ان ده السزع بتاعنا تمام ودي هي الفول كرام تمام ودي هي الريزيستانس ودي هي الريزيستانس فورس ودي افورت فورس حلوة قوي طيب ميس في مسافة ما بين الريزيستانس فورس والفول كرام وكمان في ديستانس مسافة ما بين الفول كرام والأفورت فورس انا بقى عايزة المسافات دي تمام عايزة اعرف اسمها ايه تانية ميس بصي كده الحتة دي فول كرام اللي هنا افورت فورس القوة بتاعتي وهنا المقاومة اللي هي ريزيستانس فورس يبقى دي قوة ودي قوة ودي فول كرام المسافة ما بين الفول كرام والريزيستانس لها اسم الحتة دي لها اسم والمسافة هنا دي لها اسم خلاص طيب تعالي يا ميس بقى الدستانس المسافة اللي ما بتوين بتوين طبعا هو الفول كرام هيبقى شيء مشترك ما بينهم ما بتوين الفول كرام طبعا احنا بنقول عليه قوة كده تمام ما بين الفول كرام and افورت فورس حلو كده يبقى الدستانس المسافة اللي ما بتوين هاتل قلم التاني كده الفول كرام والافورت فورس اسمها ايه اسمها افورت ارم زراع القوة اسمها ايه افورت ارم ملاحظة حاجة يا ميس دي كلمة ارم زراع لكن دي كلمة فورس قوة يعني الفورس دي طبعا هنتكلم بعد كده عن المجرين جونت بتاعتهم ان الافورت فورس دي من نيوتن تمام طب اما الافورت ارم دي بالميتر وبالسنتيميتر عادي خلاص طيب ميس في مسافة تانية عندي او برضو لو قال لي دستانس بتوين بتوين مين ومين بقى يا ميس بتوين برضو الفول كرام ومين كمان والريزيستانس ريزيستانس بس لا اسمها ريزيستانس ها فورس يبقى ليها اسمي يا ميس اسمها ايه ريزيستانس arm اسمها ايه شباب ريزيستانس arm يبقى انا كده في درس النهاردة تعلمت حاجة جديدة اهي اول حاجة ان انا عندي دي فول كرام ودي الافورت فورس ودي الريزيستانس فورس طب ميس كملي المسافة دستانس مبين الريزيستانس والفول كرام اسمها ايه ها اسمها ريزيستانس arm زراعة المقاومة طب هنا يا ميس المسافة مبين الفول كرام وإيه دي أهي يبقى ما بين الفولكرام والإفورت فورس يبقى اسمها إفورت إيه أرم صعبة؟ تمام طيب هنستفيد من كده إيميس الحركة دي هتعلمني إزاي أعرف الحاجة دي سيف إفورت ولا سيف تايم ولا بوصف زيم ولا ولا حاجة منهم خالص صحي كده يبقى الحركة دي أو الطريقة دي إن أنا أعرف يعني إيه إفورت أرم أو ريزيستنس أرم هي اللي هتعرفني إزاي أنا سيف إفورت ولا سيف تايم أو بوصف زيم ولا إيه ماشي نجرب طيب تعالي كده يميس ابدأي معي بالسكن طيب ليه مش عايزة تبدأي بالفرست يميس قالي لأن الفرست لها two types مش عشان ما تتغيط منت دي يعني إيه ما نبدأش بحاجة تقيلة عليك هبدأ بالسكن دي الأول خلاص تمام هنبتزي كده سكند كلاس ليفر طيب ميس سكند كلاس ليفر كان عندي أهي دي واحدة منهم نشرح عليها بقى طيب بوص يميس في سكند كلاس ليفر أهي قدامي كان مين في النص كده يميس قالي الريزيستنس اللي هي المقاومة أهي الريزيستنس هي اللي كانت في النص طيب تعالي كده نشرحها طيب واحدة واحدة يميس دي الريزيستنس أولاد صحي كده طيب فين الفول كرام أهو المسافة ما بين الفول كرام والريزيستنس أكبر ولا المسافة ما بين الفول كرام والأفورت أكبر إيه دي ميس لي ما تكلمتيش ريزيستنس ودي وريزيستنس ودي أنا كل قصتي كلها على الفول كرام لازم أشوف الفول كرام يعني في النقطتين هقارن في الفول كرام تاني بوص يا ميس هنا هرسمها مثلا نفترض أن أنا رسمتها كده أهي دي قصرت البندق مش أولاد أهي هرسمها كده ودي البندق أيا أهي نفس المنظر اللي قدامي شايفها طيب تعال يا ميس دي مين دي الفول كرام تمام حضرتك قلت يا ما يخد بنا منه كويس ودي مين الريزيستنس حلوة قوي أمال دي مين دي إيه دي الريفورت ماليش يا ميس اكتبي فورس يبقى اسمها إيه فورت فورس ودي ريزيستنس فورس والفول كرام ما عندوش فورس دي خلاص حلوة قوي تعال يا ميس يسي المسافات دايما المسافة ما بين الفول كرام والريزيستنس والفول كرام والأفورت تاني المسافات بتتقس كده الفول كرام أهساسي فيهم يبقى الفول كرام والريزيستنس والفول كرام ومين والأفورت طيب تعال يا ميس اه دي الفول كرام ودي الريزيستنس اهو دي المسافة يبقى هنا عندي دي الديستنس ما بتوين مين ومين اهي بتوين الفولكرام والريزيستنس اسمها ايه اسمها كده ريزيستنس ارم تمام ميسا ايز بقى من دي الدي لا هتقيز تاني من الفولكرام تجي من الفولكرام لحد الاخر يبقى من الفولكرام للأفورت اسمها ايه 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 اسمها افورت ارم اسمها ايه effort arm فعامت كده قصدي يبقى قصدي ان كلمة فولكرام هي اللي في النص يعني هي الشيء الكمن المشترك ما بينهم يبقى تاني يا ميس انا عايز اعرف القرم بتاعتي فين في الكلاس ليفر لها السكند خلاص طيب يبقى الفولكرام اهو والريزيستنس اهي الحتة اللي ما بينهم دي اسمها resistance arm طيب تمام والحتة اللي ما بين الفولكرام المسافة الديستنس اللي ما بين الفولكرام والأفورت فورس اسمها effort ايه arm طب ميس احنا بنقول كل ده ليه عشان اقول لك هي بتوفر وقت ولا لأ او بتوفر مجهود ولا لأ طب ايه كميل يا ميس عشان نفهم طيب اما شوف كلمة effort arm احط بقى العلامة مين اللي اكبر effort arm ولا resistance arm قال لي لا يميس الاطول effort arm اهي روح تحطي العلامة بتاعتي يبقى effort arm longer than resistance arm الكلام ده فين في second class lever يبقى انا ميس مش هعرف غير لما رسمها قدامي وافتكارها اهي بص يا ميس ادي الريزيستنس و ادي الفولكرام صح؟ المسافة ما بين الفولكرام والريزيستنس صغيرة بص يبقى المسافة ما بين الفولكرام لحد ما وصل للأفورت قد ايه؟ بص المسافة قد ايه؟ كبيرة صح كده؟ يبقى دي longer than d يبقى اسمها effort arm longer than resistance arm طيب وبالتالي تحصل حاجة بالعكس اقوم قلب العلامة كده وهقول ان الافورت فورس يبقى المجهود افورت فورس اقل من الريزيستنس resistance فورس يبقى هقلب العلامة بتاعتي هشقلبها وهقول ان الافورت فورس اقل من الريزيستنس فورس يعني كانت البندقية يعني قوتها اعلى مني مش قادر اكسرها بايداية لكن انا لما استخدمت الليفر دي قدرت اكبر القوة بتاعتي وبالتالي انا كده وفرت مجهودي صح كده يبقى كده الافورت فورس اقل بكتير من الريزيستنس فورس وبالتالي save effort وفرت مجهود صح ان انا قاعد اكسر البندقية هتاخد مني مجهود كبير وهجيب طوبة وعد اكسر وعد ازق بيزي صعبة صح كده تمام تاني يا ميس احنا كده بدأنا ايه نفهم المقصود من الكلام طيب يبقى اهو يا ميس جبتها عايزة اعرف بتوفر افورت ولا بتوفر طايم ولا بتعمل ايه في حياتنا قال لي يا ميس دي بتوفر لي مجهود save effort conserve effort يعني وفرت لي مجهود لان البندقية صعبة قوي ان انا اكسرها طب ميس طب عرفت منين بدأت اجيب الاداء قدامي اهي فعرفت ان هنا فولكرام وهنا resistance وهنا افورت فلاقيت ان المسافة لازم اعرف المسافة هي دي اللي بتحدد لي اهي دي كده المسافة دي صغيرة ما بين الافورت وما بين الفولكرام وما بين مين اه resistance يبقى دي مسافة صغيرة والفولكرام والافورت المسافة كبيرة صح كده يبقى اقول له يا ميس ان الافورت قارم اكبر من الريزيستنس قارم وبالتالي يبقى الافورت فورس اقل من الريزيستنس فورس يبقى لازم يبقى انا كده عملت حاجة اسمها save effort فهمت طب ميس واحد بدأ من العكس يمشي عادي بالعكس ما فيش مشكلة طب السؤال ييجي عليها ازاي بعينس بص كده خلي بالك ييجي يقول لي ايه give reason وده كده كل الولاد بتتلغبط فيه second class liver save effort بتوفر المجهود والله يا ميس هقول له علشان في السكند الريزيستنس بتوين لا 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 مش قصده كده خالص هو بيسألني في حاجة تانية هو ما قالكش اقول لي هي ليه second تمام هو هنا بيسألني هي ليه بتوفر مجهود ليه بتوفر مجهود ميس مش عارف احفظ وما بفهمش عفل حفظ كده ببقى عايز افهم والجمل كبيرة اكتبها ازاي بالعقل اول ما يقول لي second class liver هرسم الرسمة دي وحط البندقية كده واعمل كده كملي يا ميس وهكتب على دي full crumb وهكتب على دي resistance يبقى انا كده بذاكر بعقلي بفهم وهنا هكتب effort طب هكتب effort ايه هكتب effort force وهنا resistance force وابدأ بقى اقول لي يا ميس خلي بالك ان المسافة ما بين الفلكرام والresistance صغيرة وما بين الفلكرام والeffort كبيرة يبقى هقول له هنا effort arm اهي effort arm مش جي كده effort arm هي المسافة effort arm longer than ايوة resistance arm حلوة اوية ميس يبقى انا هنا effort arm اكبر من resistance ايه اطول من resistance arm راح تلميس قاليك لي لازم عكس اعمل كده طب طب طبعا ما بدأت effort army بحقول له يبقى effort force ايوة effort force عكست الايه signature بتاعتي او العلامة بتاعتي يبقى effort force اقل من من resistance force ودي اسهل طريقة للحفظ resistance force so علشان كده هي so it save or conserve effort بتحافظ على الايه الجهد او توفر الجهد توفر الجهد بتهيلي كده سهلة صح طب ميس افريجي واحد بدأ بالresistance arm عادي هيقول ان resistance arm اصغر من من effort arm وبعدين يبدأ يعكس العلامة يبقى resistance force اكبر من effort force يبقى هي هيها ولا لأ هي هيها صعبة كده ولاد طيب ميش نكمل ناخد third انت كده فاهم طيب ناخد مع بعض third طيب يالي ميس ادي third class liver ده النوع الثالث في النوع الثالث دايما هنفتكر الايس هولدر اهي هرسمها كمان اهي كده كده يال من غير ما تكلم بقى يبقى دي مين دي full crumb تمام مين هنا ايوة طبعا هنا قطعة الفحم فدي اللي اسمها ايوة resistance force طب وهنا دي effort force بنقيس المسافات يلا يميس عشان نعرف بنقيس ما بين الفلكram وال effort وما بين مين ومين تاني والفلكram ومين والresistance مين الأكبر ومين الأصغر دايما نبتدي بالeffort خلاص يبقى هبتدي كده effort arm effort arm يلا الزراع بتاع effort arm هو ميس صغن يبقى smaller زين أصغر مين من resistance arm بالعقل خالص resistance arm طب ميس نشأ يبقى effort force أكبر من resistance force ميس طب أنا كده القوة بتاعتي أكبر من resistance يعني كأني ما وفرتش حاجة ففعلا هي ما وفرت ليش مجهود ولا عملت حاجة هي خلاص يبقى الحالة الثالثة أو third class lever بتعمل ايه don't save effort اهي don't يعني لا توفر المجهود don't save effort don't conserve effort لا توفر الجهد لا توفر الجهد يبقى أنا كده أخدت حكتين خدت الن second safe effort طب والthird don't safe effort طيب ماشي يا ميس أنا كده بدأت أفهمك يبقى في third ما وفرتش طب give reason ليه في third ما وفرناش أهو أكتب لك give reason بتاعها برضي هيجي give reason خلي بالك يلا ice holder أو third class liver don't save effort لا توفر المجهود أو conserve مش بتوفر المجهود مثل حالة الثالثة هرسم كأني برسم تويزر أو أي حاج لازم عشان أفتكرها دايما وما غلطش فيها لأنه ممكن يسأني عن طولها يعني يقول لي resistance arm أكبر أطول ولا effort arm فأنا لازم تبقى قدامي ومش أخسر حاج دي الفول كرام يا ميس بسرعة وهنا effort force طبعا لما تتعود عليها خلاص وهنا resistance force ماشي يميس أركز لك بالقلم التاني عشان تاخد بالك ما بين الفول كرام والeffort وما بين الفول كرام والresistance بس مين الأكبر احنا دايما بنبدأ بالeffort فورس عشان تبقى سهل عليك يبقى effort arm أهي effort arm فين يميس effort arm أهي قدامي صغيرة يبقى smaller زين resistance arm حلو قوي وبالتالي إنما يسألت نعكس يبقى effort هكتبها arm بقى لا effort force أيوة أكبر من more than resistance force ها كده save effort ولا don't قال لي don't save effort يبقى أنا كده فهمت don't save effort صعب أولد تمام أنا كده عرفت إن واحدة save effort اللي هي mean second طب وdon't save effort خالص مش بتوفر يبقى mean third طيب نيجي بقى للأولى واللي أنا مرضيت شدهلك في البداية خالص تمام طيب هو ممكن نيجيبها لي بشكل تاني بتاعت third زي قال لي آه يعني ممكن يقول لي على number third دي اللي هي third don't save effort يجي في الامتحاد برضو سؤال مهم على فكرة فتكرته دلوقتي بيقول لي ايه ان third class lever has no mechanical benefit يعني don't save effort يعني has يعني عندها اللي بقى لي no يبقى has no يعني ما عندهش has no mechanical benefit يعني ملهاش اهمية خلاص mechanical benefit ملهاش اهمية كبيرة او مش بتوفر الوقتي يعني مش بتوفر الجهد benefit يبقى has no mechanical benefit has no mechanical benefit لي ميس عشان هي don't save effort مش بتوفر مجهود خلاص ملهاش دور ميكانيكي يعني في حياتنا خلاص كده طيب طيب ناخد رقم ثلاثة او يعني ملهاش دور يعني لو مش موجودة مش هيحصل حاجة خلاص طيب ناخد الفرست بقى والفرست ليها طريقتين او ليها two case خلاص حالتين يعني طيب تعالي كده يميس لو خدنا في الاول ادي الفرست الفرست class liver يعني الايه اللي هي الحالة الاولى منهم او النوع الاول ليه حالتين حالة منهم اللي هو السيزر المقص ماشي اهو خلاص طيب ادي المقص قدامي هو يميس وده اشهر حاجة موجودة اهو كده كده طيب مين دي دي الفول كرم يبقى الفرست ليها يعني ليها حالتين two cases خلاص دي الكيس الاولى number one فول كرم وهنا عندي resistance resistance force وهنا عندي تمام كده او وهنا عندي effort force ميس ملاحظة حاجة او ما بين الفول كرم والresistance اد المسافة ما بين هنا الهنا الاتنين متسويين فعلا فقال ياميس ان effort arm equal resistance arm حلو يبقى effort force add resistance force هل كده وفرت حاجة عندي ما وفرتش مجهود يمكن تكون توفر وقت خلاص يبقى هنا اقول له don't save effort ده النوع الاول يعني معنى كده ان النوع الاول كله don't save effort لا خلي بالك دي الحالة الاولى منه خلاص تاني يا ميس خدنا كده في العموم in general ان second class lever save effort بتوفر المجهود طب third class lever don't save effort مش ممكن توفر مجهود طب الحالة الاولى ليه first class lever ليه حكتين الكيس number one ان هي بتعمل ايه don't save effort حالة على طول لا يا ميس هي don't save effort دي في الحالة الاولى ليها حالة هنبو try it or wrong second class lever save effort صح third class lever don't save effort صح كده طيب first class lever don't save effort نو مش على طول مش كل الاوقات يبقى هنقوله some types of first class lever don't save effort وفي some types منها some types يعني انواع منها save effort او يبقى في some types save effort وفي منها don't save effort اللي هي في الحالة الايه الاولى يعني الحالة الاولى ليها two cases خلاص طيب طيب ماشي كميل يا ميس نشوف التانية بيقول لي بص يا ميس هاتي دي بقى اهي بصي كده ايدي ميس ما هي شبه المعص ماشي بس في اختلاف هنشوف الاختلاف دلوقتي بص يا ميس دي البنسر اللي هي البنزة او مين في النص كده قدامي اهي قدامك ها يبقى دي الفولكرام ركز معايا بقى دي الحالة التانية ها الحالة التانية من مين من الفيرست فيرست كلاس ليفر طيب ادي الفولكرام وهنا الريزيستنس فورس وهنا الافورت فورس تعاليني فين الزراع نفسه بتاع ريزيستنس او من هنا الهنا ده ريزيستنس ارب ومن هنا الهنا بس بس المنظر ايوة اختلفت عن السيزر ودي مين الافورت ارب طب يبقى هنا الافورت ارب لونجر ذان ريزيستنس ارب تمام تمام يبقى هنشألي بيميس يبقى الافورت فورس اقل من او لز ها الريزيستنس فورس تمام قوي وبالتالي ترى ما انا الافورت بتاعتي قليلة يبقى انا سيف ايه سيف افورت ما بزلتش مجهود كبير صح اهي لانها بتزود مجهودي فهم بتزود القوة بتاعتي فانا ما بزلش مجهود مجهود كبير انا عندي مصمار مثلا جامد جدا صح هو قوي وفي مكانه مش عارفه اشد